السلام عليكم من السلوكات التي يجب أن يتحلى بها المستهلك تقافة التبليغ وهذه التقافة خاصة هي منتشرة في الشعوب الغربية حيث إذا صادف المستهلك أي مشكل أو يريد أي استفسار فمباشرة يذهب إلى المسؤول عن المسجر أو العامل فيه ليطلب الاستفسار أو حتى ليحذره أو يخبره إن كان هناك مشكلة تقافة التبليغ لا تنحصر فقط من جانب السلبي أننا نبلغ عن الشخص أو نبلغ عن المنتوج بل تقافة التبليغ أيضا أن نبلغ له نذهب إليه ونخبره أن ربما هناك منتوج فيه خلل الماء أو ربما أن هناك أسعار غير مشهرة أو هناك معلومات غير مفهومة أو غير مرئية فبهذه التقافة نخلق تنسيق بين المستهلك والبائع ونتجنب كثير من المشاكل ثم إذا أراد المستهلك أن يذهب أبعد من ذلك ولم يلقى تجاوب من عند البائع هناك وجب عليه أن يتسم بتقافة التبليغ عنه ويدهب إلى مديريات التجارة أو حتى المصالح المعنية أو حتى إن كان له اتصال بالهيئات الطوعية كالجمعيات والمنظمات لحماية المستهلك هذه التقافة هي مهمة جدا للمستهلك فأخي المستهلك إذا رأيت وأنت تسير في السيارة منتوجات غير خاضعة للسلامة والصحة فعليك أن تبلغ عنها حتى تحمي نفسك وأولادك والمحيط الذي تعيش فيه من مخاطر التسممات أو مخاطر أخرى ألقاكم غدا إن شاء الله والسلام عليكم